السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم اليومي الأهلي ينتخب الأهلي ينتخب كانت هذه النافذة اليومية المهمة والموضوعية اللي من خلالها حرصت إدارة قناة الأهلي على أن تتيح الفرصة لكل السادة المرشحين ممن استجابوا لمكاتبة الإدارة التنفيذية للنادي للظهور من خلال شاشة قناة الأهلي ومخاطبة الجماعية العمومية للنادي الأهلي أعضاء النادي اللي لهم حق التصويت والجماهير الأهلي اللي إحنا زي ما قلنا لحضراتكم هم أعضاء الجماعية العامة للنادي الأهلي وهم بالملايين بالتأكيد الأهلي ينتخب كانت هذه الفرصة اليومية المتاحة اللي حاولنا فيها قدر الإمكان أن نحن نتيح لكل واحد من السادة المرشحين الفرصة كاملة علشان يعبر عن أراءه وبرنامجه وأفكاره وكل ما يهم طرحوا لأعضاء النادي ثم كانت أيام الصمت الانتخابي الأخيرة الأيام الأخيرة حتى وصلنا إلى اليوم قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية الصباح الجمعة إن شاء الله لانعقاد الجمعية وانتخاب مجلس إدارة جديد انتخابات الجمعة انتخابات مهمة جدا 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 أولا هي الانتخابات الأولى للنادي الأهلي اللي بتقام على دستور النادي الأهلي الجديد أو على لقيحة النظام الأساسي للنادي الأهلي هذه اللقيحة اللي أقررتها الجمعية العمومية للنادي فور انتخاب المجلس الحالي اللي بتنتهي وليته مساء الجمعة مع الإعلان إن شاء الله عن نتائج الانتخابات بالإضافة إلى أن هذه الانتخابات جاية في توقيت النادي الأهلي بيشتفر اقتصادية كبيرة بيشتفر في الفكر الإداري بيشتفر في تطوير منشآته ومقراته بيشتفر في سأف طموحاته الرياضية عند جمهيره وأعضاءه ومن ثم كانت الدعوة مهمة جدا لكل عضو في النادي الأهلي شارك وبارك شارك بصوتك وبارك لناديك على طموحاته وعلى استقراره وعلى تمييزه وعلى وعي جمعيته العمومية أيا كانت اختيارات الجمعية العمومية لكن شارك وبارك للنادي الأهلي شارك وبارك للنادي الأهلي على هذا الوعي الكبير لجمعيته العمومية اللي ضربت في الانتخابات الأخيرة أروع المثل في الحضور بكثافة شديدة جدا والالتزام في انتخابات كانت كبيرة جدا الكل شهده والكل من خلاله بيترقب أيضا الانعقاد الجديد شارك وبارك للنادي الأهلي أن وصل إلى هذه المكانة العالمية في مختلف الرياضات نادي الأهلي النهاردة في كرة القدم بيزاحم ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم وأيضا بيحقق مع كرة الطائرة الأرقام القياسية التاريخية على مستوى العالم بالإضافة إلى هذه الطفرة الإنشائية الكبيرة جدا في مختلف المقرات واللي بيطمح من خلالها جمهور وأعضاء النادي الأهلي للمزيد شارك وبارك للنادي الأهلي أن حازى مجلس إدارته الذي تنتهي ولايته بنهاية هذه الدورة على جائزة الإبداع جائزة الإبداع الرياضي يا جماعة جائزة يا جائزة محمد بن راشد المكتوم هذه الجائزة تعبر عن الرقي الكبير جدا اللي وصل إليه النادي الأهلي من خلال أدائه لأن حيثيات منح الأهلي الجائزة كأفضل مؤسسة الرياضية العربية جاية من خلال أنه في عصر الكورونا رغم هذه الجائحة اللي ضربت اقتصاديات دول مش بس أندية والهيئات تمكنت إدارة النادي الأهلي وتمكن مجلس إدارة النادي الأهلي من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة جدا من خلال المجموعة الاقتصادية كانت فكرة مبتكرة من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي وصلت بالنادي إلى مستوى في الأداء الاقتصادي اللي قدر يحقق من خلاله طموحات الرياضية وهذا التفوق الكبير شارك في الجمعية العمومية وبارك لأعضاء النادي على هذا الوعي الكبير أيا كانت النتيجة لكن الدعوة لكل عضو في النادي الأهلي خليك حريص على الحضور خليك حريص على الإدلاق بصوتك خليك حريص على المشاركة في هذا العرص الانتخاب الكبير لأنه أعتقد النادي الأهلي حق عليك أنك تشغل نفسك ساعتين ثلاثة لغاية النادي خصوصا أن إدارة النادي لإدارة التنفيذية سهلت كل إجراءات الانعقاد سواء من خلال الخيمة الكبيرة المعدة لذلك أو من خلال وسائل الانتقال للنادي من الفروع المختلفة أو في تقصيص صحات الانتظار الكافية لسيارات السادة الأعضاء شارك في الجمعية العمومية وبارك لأعضاء النادي الأهلي على هذا الوعي الكبير وهذا الحرص على أداء رسالتهم لناديهم